أعلنت وزارة التربية الوطنية وتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل الجاري إلى 3 مايا المقبل هذا وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي في ظل تمديد الحجر الصحيب المغرب إلى غاية 20 مايا المقبل ومن أجل تمكين التلاميذ والطلب والمتدربين من أخذ قسط من الراحة وآت جديد نشاطهم الذهني والجسدي وذلك بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربية والجامعية والإدارية والمكوينون من أجل ضمان الاستمراري البداكوجي منذ 16 من مارس الماضي وكذا الانضباط الذي أبن عنه التلاميذ والطلب والمتدربون من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها